أعزائي المشاهدين عزيزات المشاهدات نجدد الترحاب بكم في درس من دروس التراكيب المنادة فعلى بركة الله نبدأ بالجملة الأولى يا أحمد أداة النداء هي يا أما المنادة فهو أحمد ونوعه مفرد معرفة إعرابه مبني على الضم يا عبد الله أداة النداء يا المنادة عبد الله نوعه مضاف وإعرابه منصوب الجملة الثالثة يا امرأتان أداة النداء يا المنادة امرأتان نوعه ناكرة مقصودة وإعرابه مبني على الألف أيها العمال أداة النداء محدوفة تقديرها يا أيها هو المنادة ونوعه مقترن بمعرف بأل أما إعرابه فمبني على الضم أيتها العاملات دائما أداة النداء محدوفة والمنادة أيتها ونوعه مقترن بمعرف بأل وإعرابه مبني على الضم أفاطمة أداة النداء أه المنادة فاطمة نوعه مفرد معرفة وإعرابه مبني على الضم يا الله أداة النداء يا الله هو المنادة نوعه لفظ الجلالة مبني على الضم أيا مهملا واجبه أيا أداة النداء مهملا واجبه ليس بمضاف ولكن شبيه بالمضاف إعرابه منصوب يا مجتهدا يا أداة النداء مجتهدا هو المنادة ونوعه ناكرة غير مقصودة وإعرابه منصوب إذن من خلال الجدول السابق توصلنا إلى أن المنادة اسم يذكر بعد أداة النداء قصدة بيه المنادي للمخاطب حتى يستمع إليه ومن أدوات النداء آ أي يا آ أي هيا والمنادة خمسة أنواع مفرد معرفة ناكرة مقصودة ناكرة غير مقصودة ومضاف وشبيه بالمضاف ولنداء لفظ الجلالة نستعمل يا وتقترن أيها أو أيتها بالمعرف بأل وتحل محل المنادة وينصب المنادة وهو الأصل إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو ناكرة مقصودة ويبنى على ما يرفع به قبل النداء بالضمة بألف الاثنين واو الجماعة إذا كان مفردا معرفة أو ناكرة مقصودة بعد إنجازنا للدرس سنمر إلى تمرينين تطبيقية التمرين الأول استعمل أداة النداء المناسبة وأشكل الجمل يا طالع الجبل خذ حذرك أداة النداء هي يا أما المنادة فهو طالعا ونوعه ناكرة مقصودة وإعرابه منصوب يقول الله تعالى يا أيتها النفس المطمئن ترجع إلى ربك رادية مرضية فأداة النداء هي يا أما أيتها فهي منادة مقترن بمعرف بأل وإعراب المنادة في هذه الجملة مبني على الطم الجملة الثالثة يرحمنا يا الله أداة النداء يا الله لفظ جلالة الجملة الأخيرة أي بني إن الإخلاص في العمل عبادة أي أداة نداء بني منادة ناكرة مقصودة منصوب السؤال الثاني وركب جملا يكون فيها المنادة قريبا مفردا معرفة وبعيدا ناكرة مقصودة الجملة الأولى يا عمر لا تلعب في الطريق أما بعيدا وناكرة مقصودة أيا عاملا تمهل تمهل فعاملا ناكرة مقصودة منصوب التمرين الثاني أشتغل على الجدول وأتم المطلوب أسلوب النداء المنادة الأداة نوع المنادة وإعرابه الجملة الأولى يا مريم قنتي لربك وسجدي المنادة مريم أداة النداء يا نوع المنادة مفرد معرفة أما إعرابه فهو مبني على الضم ثم الجملة الثانية قم أو قومي إلى الصبورة والمطلوب أن نركب جملة تضمن منادة نكر مقصودة إذن يا تلميذا قم إلى الصبورة فتلميذا هو المنادة الأداة يا نوع المنادة كما قلنا ناكرة مقصودة وإعرابه منصوب الجملة الأخيرة أصاحب المعمل أكرم العمال المنادة صاحب المعمل الأداة أ نوع المنادة مضاف وإعرابه منصوب